أدانت مصر بأشد العبرات قصف إسرائيل مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة واستنكرت مصر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة في استخفاف غير مسبوك بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مطالبة بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل واعتبرت مصر أن استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العزل كلما تكثفت جهود الوسطى لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار في القطاع هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الدروس وإمعان في استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين تحت وطأة كارثة إنسانية دولية وأكدت مصر أنها سوف تستمر في مساعيها الدبلوماسية وفي اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق والوسائل والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار مهما تكبتت من مشاق أو واجهته من معويقات موسيقى موسيقى موسيقى